ولكن جويس أريد أن أبدأ معك وأنت تحدثيننا من جنوبي لبنان عن الإخلاءات لما يزيد على 25 قرية جديدة تهديدات بالإخلاء إضافة إلى الغارات وهذه المرة كمرات عديدة سابقة إسرائيل تستخدم أسلحة منها الفوسفور الأبيض وهي محرمة دوليا وكذلك حزب الله يصدر بيانات بشأن الجبهات النشطة كل ذلك معك جويس محمد في الواقع من الواضح أن حزب الله يستخدم تكتيكات عسكرية تربك الجانب الإسرائيلي إن كان على صعيد الاستهدافات التي تحصل داخل الأراضي الفلسطينية وإن كان على صعيد مواجهة أعمليات التصدي لأي توغل بري إسرائيلي عندما يسمح حزب الله للجيش الإسرائيلي بالتقدم بضعة أمتار بالتمركز في بعض الأحيان في منازل عند أطراف القرى والبلدات الجنوبية التي يسعى الجيش الإسرائيلي للتوغل فيها وبعدها ينصب له كمينا أو يقوم بتفجير عبوات ناسفة بهذه القوة المتمركزة داخل أحد المنازل فهو بذلك يقوم بتكتيك عسكري بحسب ما تقول مصادر حزب الله في هذا الإطار وهو ما قام به أيضا يوم أمس عندما استهدف نتانيا نتحدث عن بنيامينيا عمليا عندما قام أولا بإطلاق الصواريخ وتفعيل القبة الحجدية في هذا الإطار وإلهاء القبة الحجدية وبعدها قام بإطلاق المسيرة وإصابة الهدف وهذا قام به سابقا كذلك الأمر حزب الله في بداية استخدامه للمسيرات كان يقوم بإطلاق الصواريخ لتفعيل القبة الحجدية وبعدها يقوم بإدخال المسيرات باتجاه الأهداف التي يسعى إلى إطلاقها ولكن كذلك الأمر عمليا حزب الله يتحدث اليوم في اثنين من بياناته الأول الذي استهدف فيه قاعدة بحرية هي ستيلا ماريس وأيضا بيتليد تحدث عن صواريخ نوعية لم يحدد ما هي هذه الصواريخ ولكن قال أن هذه العمليات تمت بصواريخ نوعية كذلك هذا أيضا تفصيل لافت في العمل الميداني الذي يقوم به حزب الله خصوصا وأنه منذ ثلاثة أسابيع وحتى هذا اليوم يستخدم حزب الله صواريخ جديدة في معركته ضد الجيش الإسرائيلي وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان عمليا اليوم كانت هناك بيانات عدة منها بيانات تتحدث عن استهداف عناصر للجيش الإسرائيلي حاولوا التسلل إن كان في مارون الراس أو في مركبة أو في اللبوني وكذلك الأمر يستمر عمليا محمد تستمر المعارك القائمة والاشتباكات القائمة وعمليات محاولات التسلل عند محور عيت الشعب القوزح رامية خلفي في هذه النقطة التي يتم استهدافها كذلك بالقصف المدفعي الذي نسمعه في هذه الأثناء وبالغارات الإسرائيلية التي تستهدف هذه المنطقة وصولا حتى إلى بيت ليف في القطاع الأوسط هنا نسمع أصوات الاشتباكات أصوات الرشقات الرشاشة المتبادلة بين الحين والآخر طيلت الساعات النهار منذ ثلاثة أيام وحتى هذا اليوم الاشتباكات متواصلة الاستهدافات متواصلة الغارات كذلك الأمر متواصلة ولكن كذلك الأمر يقول حزب الله ونسمع في بعض الأحيان استهداف مدفعي من قبل حزب الله لهذه العناصر المتواجدة عند أطراف هذه البلدات الجنوبية عندما يتحدث حزب الله عن خلة ورد فهو يتحدث عن نقطة استراتيجية عسكرية يحاول التقدم منها الجيش الإسرائيلي وكان حزب الله عام 2006 قد دفد فيها عملية اختطاف جنود إسرائيليين فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية أيضا مستمر محمد على عددا من القرى والبلدات الجنوبية إن كان الحدودية أو غير الحدودية من شبعة وصولا إلى النقورة وأيضا في الداخل في النبطية في بنت جبيل في محيط صور مناطق تتعرض للغارات الإسرائيلية ولكن معظم هذه المناطق هي مناطق أيضا تم ذكرها في بيانات الإخلاء السابقة وبيان الإخلاء الذي صدر اليوم عمليا حزب الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي هذه البيانات التي يصدرها يتحدث فيها عن قرى وبلدات عمليا هي تتعرض للغارات الإسرائيلية وبالتالي عمليات الإخلاء أصلا تحصل جراء هذا الوضع الأمني المتصاعد ولكن عمليا مع استمرار هذه الاستهدافات هناك مخاوف أمنية على حياة السكان كيف يمكن لهؤلاء المغادرة في صل شن طيران الحرب الإسرائيلي للغارات تحليق المسيرات فوق المباني السكانية وتحليق المقاتلات الإسرائيلية في أجواء القرى والبلدات الجنوبية محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر